تصريح قوي يحمل نبرة عالية قل ما تصل لهذه الحدة ذلك الذي صدر عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفايل شتاينتز حيث حذر الأخير من أن حياة رئيس النظام السوري بشار الأسد ستكون مهددة إذا ما سمح لإيران بشني حرب على إسرائيل انطلاقا من سوريا وكالة فرانس بريس نقلت حديث الوزير الإسرائيلي الذي ظهر في شريط فيديو على موقع وانيت قائلا إذا سمح الأسد لإيران أو أي تجهة أخرى بإعلان الحرب على إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة وكافة المخاطر المترتبة على ذلك شتاينتز وهو أحد أعضاء المجلس الأمني المصغر والذي يتعامل مع القضايا الاستراتيجية أضاف في معرض حديثه أنه من غير الوارد بالنسبة لنا أن يسمح الأسد بطريقة أو بأخرى بإعلان حرب من بلاده وأن يبقى هو أو نظامه موجودا إذ أنه لن يبقى جالسا في قصره بهدوء وستكون حياته نفسها مهددا وبدأ من حديث شتاينتز تصميم إسرائيل على منع التواجد الإيراني العسكري على الحدود الشمالية لإسرائيل وقال آمل أن يكون ذلك واضحا للإيرانيين ولبشار الأسد وأن لا يأخذ على عاتقه المخاطر التي سيندم عليها في المستقبل ويرى مراقبون أن هذا التصريح يكتسب أهمية مضاعفة من حيث توقيته الذي جاء مع بدء صخونة الأجواء في المناطق الجنوبية لسوريا وخصوصا تلك المحاذية منها للحدود الإسرائيلية هذه المنطقة التي باتت تنتظر شرارة تعلن انفجار برميل البارد الكامن هناك ومما يزيد الأمر سوءا هو كثرة القوى المتواجدة على هذه الرقعة من الأرض والتي تعد صغيرة مقارنة بحجم القوات والأجندات التي تنشط فيها فالإيرانيون والنظام والفصائل المسلحة والفصائل المدعومة أمريكيا وقبل هذا وذاك الحدود الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وكل هذا الزحام يجعل المواجهة قريبة وما يفصل عنها هو إعلان ساعة الصفر لبدئها